أعلن دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيناقش غدا الأربعاء عددا كبيرا من مخردات جلسات الحوار ليرفعها إلى رئيس الجمهورية فورا وأضف المنصق العام أن معظم اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها وأوضح المنصق العام أن 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية